الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعيني وصحبه حضرات السيدات والسادة البرلمانين المحترمين يسعدني أن أخاطبكم اليوم في افتتاح هذه السنة التشريعية ومن خلالكم مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين بخصوص تطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر من قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأني وبرؤية واضحة واستمنى كل وسائل والإمكانات المتاحة للتعليف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في سحرائنا وذلك رغم سياق ذولي صعب ومؤقد واليوم ظهر الحق والحمد لله والحق يألو ولا يعلى عليه والقضايا العادلة تنتصر دائما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وهي الجمهورية الفرنسية تأترف بسيادة المملكة على كامل ترابي الصحراء وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل وبهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي بأصدق إبارات الشكر والامتمان لفرنسا ولفخامة الرئيس إمانيو المكهوم على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويأترف بالحقوق التاريخية لمغرب لا سما أنه صدر من دولة كبرى أضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في ساحة الدولية وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساس أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية قدرات السيدات والسادة البرلمانين يندلج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة السحراء المغربية والتي ترسكت على ترسيق سيادة المغرب على الترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي وهذا واقضة فقد تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة والعضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فما نأتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابة للمملكة لا سامة تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والدخلة بمواجهة ذلك تحظى مبادرة الحكم الذاتي كأساسا وحيدا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهة العالم ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحوله موقفها من دلالات سياسة وتاريخية عريقة إضافة إلى أغلبية دول الانتحاد الأوروبي ويطيب لنا أن نؤبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن بالغ تقديرنا لمواقفهم مناصرة لقضية المغرب الأولى كما نشكر أيضا كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا بالأقالي من جنوب المملكة كجزء لا يتجزء من التراب الوطني وبذلك تواكي مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها السحراء المغربية وتعزز الموقعها كمحل للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي كما تدعوها في صلب مبادرات القارية استراتيجية التي أطلقناها كمشهر أنبوب الغاز المغرب نيجريا ومبادرة الدول الإفريقي الأطلسية إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي حضرت السيدات والسادة البرلمانيين رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بأدالة قضيتنا والتصدي لمقاونة المناورات الخصو وفي هذا الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرائية مغربية الحراء وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدانية وتأزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاء اللازمة على أداهيها وتحركتها ورأي أخفى عليكم أشهر البرلمانيين الضوء الفائل للديبلوماسي الحزبي والبرلمانية في قسم المزيد من الاعتراف المغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم ذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي لذلك ندعو إلى المزيد من التنسيق بأن مجلس البرلمان بهذا الخصوص وعلى هيكل داخلة ملائمة بموارد بشرية وأهلة مع اعتماد معاية القفاءة والاختصاص في اختلال الوفود سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجاوية والدولية عضراء السيدات والسادة البرلمانيين إنما حققناه من مكاسب على ضرب طي هذا الملف وما تعرف أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية كانوا بفضل تضامن جميع المغاربة وتضافر جهودهم في سبيل ترسيق الوحدة الوطنية والترابية ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود التي تبدلها الدبلوماسيا الوطنية ومختلف مؤسسات المانية وكل القوى الحياة وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجها في الدفاع للوخارجة بالدفاع للحقوق المشروعة الوطنهم والتسدي لمناورة الأداء كما نعبر أنسقين وتقديرين لأبنائنا في السحراء على ولائهم الدائم لوطنهم وعلى تشبثهم بمقدسات الدينية والوطنية وتضحياتهم في سبيل وحدة تراب المملكة واستقرارها وفي الختام نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه وفيه لنهج انفتاحه على محيط المغارب والجهوي بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة والأمن ويستقرار لشعوب المنطقة قال تعالى يا علوى الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ستقرى الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة